تأخذ المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منحاً تصعودياً وذلك في العاصمة الخرطوم بينما تهدأ نسبياً في مدينة الفاشر لكنه يبقى هدوءاً حذراً وسط حشد الطرفين لقواتهما في محيط المدينة زخام المعارك تركز في الخرطوم حيث كثث الجيش عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال العاصمة وتمكن من تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع وتمكن أيضاً من قطع الإمدادات عليه أما في الجنوب وتحديداً في الفاشر عاصمة قليم دارفور فتقول مصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن المدينة تعيش على صفيح ساخن رغم توقف المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأثناء تشتد الأزمة الإنسانية سوءاً ويعبر الألاف حدود البلاد بينما يصل عدد النازحين بسبب الحرب إلى 6 ملايين و700 ألف وفق أرقام حديثة صادرة عن الأمم المتحدة هذا إلى جانب التحذيرات حول أزمة جوع تلوح بالأفق سياسياً تتواصل الجهود الدولية لوقف الاقتتال مصادر رفيع للشرق كشفت عن وصول وفد أمريكي أمني إلى بورتسودان بهدف عقد جولة مباحثات مشتركة مع عدد من المسؤولين في الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعضاء إنسانية صعبة في السودان إذن نزوح ولجوء ومجاعة على الأبواب إليكم أبرز التفاصيل وأحدث الأرقام التي تشير إلى ذلك نتبع الأرقام مخيفة وفي ازدياد أعداد النازحين داخل السودان بلغت منذ بيد الحرب نحو سبعة ملايين شخص مقابل نحو مليوني سودانيين لجوا إلى دول المجاورة مثل تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى حسب ما تقول الأمم المتحدة ومن لم يتمك من النزوح إلى مناطق أمين لا يزال عالقا في منطقته وسط أزمة في الحصول على الغذاء والدواء الكافيين جراء انقطاع إيصال المساعدات منذ أشهر وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وهذا ما ينطبق على مناطق التماس والأسيام العاصمة الخرطومة هذا الوضع ينسحب على إقليم دارفور وخاصة عاصمة ولاية شمال دارفور إذ ساهمت أعمال العنف والاشتباكات في إغلاق الممرات الإنسانية إلى مدينة الفاشر من الأراضي الشادية ولذلك سيواجه نحو مليون ونصف المليون شخص خطر النزوح الجماعي في ظل تحذيرات من اقتراب المجاعة من مدينة الفاشر والجوء البعض إلى تناول أوراق الشجر أما الأطفال فهم الحلقة الأضعف في هذا الصراع المرير إذ يعاني 30% من 46 ألف طفل على الأقل سوء التغذية في أحد مخيمات شمال دارفور ينضم إلينا من باريس عبر الأقمر الصناعية سيد محمد الأصباط الكاتب والباحث السياسي السوداني سيد محمد أهلا بك معنا في دائرة الشرق كيف تقرأ التطورات العسكرية في الخرطوم تحديداً وبشكل عام هل بدأ يتغير ميزان القوة على الأرض إثرى المواجهات الجديدة باعتقادك مساء الخير التحية لك ولمشاهدين العزاء أهلا وواضح يعني خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك تحولات كبيرة في الميدان وتحركات مختلفة وحركة الغتال خصوصاً في مناطق بحري وأمدرمان قلت المعارك الحربية في الميدان لحد كبير وفي الخرطوم إلا من اشتباكات متغطعة ونادرة ومن فترة إلى أخرى ولكن نشطت في الميدان إلى ماذا يشير هذا الأمر سيد محمد باعتقادك يشير إلى أن الجيش يريد أن يحقق انتصارات ويستعيد مناطق في تلك المنطقة التي لم يحقق فيها أي انتصارات أو يستعيد مناطق احتل لدعم السريع مثل ما حدث في أمدرمان تقريباً في أمدرمان منطقة غرب أمدرمان أو أمدرمان القديمة كما هي معروفة الآن دانت بكاملها للجيش ولكن ما زال الدعم السريع يسيطر على المصفاف الجيلي وعلى الطريق الراوض بين الجيلي والخرطوم بحري وهناك معارك حول سلاح الإشارة وحول الشعار على المعونة ومناطق عديدة جداً في الخرطوم بحري وبالتالي الجيش يريد أن يحقق انتصارات ويستعيد بعض المناطق التي احتلها الدعم السريع لا سيما منطقة مصفاف الجيلي لأهميتها العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية أيضاً لماذا يصير هذا الأمر بوتيرة بطيئة باعتقادك سيد محمد بالمقارنة مع مد للدعم السريع مد سريع فعلاً تبعناه في الأشهر الماضية في العديد من المناطق البطلة أسباب كثيرة يعني أولاً الجيش طبعاً كما هو معلوم ليست لديه الخبرة الكافية في حرب المدن لديه نقص كبير جداً في المشاه بالإضافة إلى المخاطر العسكرية على منطقة مصفاف الجيلي هي منطقة مصفال النفط فيها مخازن ضخمة للوقود وفيها استعال بعض هذه المناطق وقد يتسبب في خسائر كبيرة وقد تسبب في حرائق يصعب إطفاءها في وقت قريب بالإضافة إلى وجود مستودعات للغاز الطبيعي أيضاً حيث توجد في منطقة الجيلي مولدات للطاقة الكهرائية تعمل بالغاز الطبيعي وبالتالي هذه هي الأسباب التي أدت إلى البطء بالإضافة إلى أن وجود قوات الدعم السريع في هذه المصفاف لفترات طويلة تزيد عن خمس سنوات تجعلهم يعرفون جيداً الوضع الطيبوغرافي للمنطقة ويتحصنون بشكل جيد يصعب على أي مهاجم أن يحقق عليهم انتصار بسهولة نعم سيد محمد ما تفسير الهدوء الحذر في مدينة الفاشر ونعلم أهمية المدينة بالنظر إلى أهداف الدعم السريع فيها وماذا ينتظر المدينة بعد هذا الهدوء؟ الفاشر لديها وضع مختلف كثيراً أولاً الفاشر هناك اتفاق بين قادة الجيش وقادة الدعم السريع الغادة الميدانين اتفاق بقادته قوة وقيادات الطرق الصوفية شيوخ الطرق الصوفية وغادة الإدارة الأهلية وفرض على الطرفين عدم استخدام أي أعمال حربية في المدينة هذا الاتفاق ظل صامت لفترة طويلة جداً عام تقريباً منذ مايو الماضي إلا من اختراقات نادرة وقليلة جداً هنا وهناك وهناك الآن بعد دخول القوة المشتركة للحركات المسلحة وأصبح ميزان القوة يميل لصالح الجيش يريد الدعم السريع أن ينفض يده من هذا الاتفاق ولكن أيضاً تعترضه بعض الإشكالات وبعض الأزمات أولها الضغط الدول العنيف تجاه الدعم السريع الذي يحذره سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو منجلس الأمن والسلم الأفريقي أو الأمم المتحدة أو منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية مثل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإقاسة وحتى بعض الدول التي تطالب الدعم السريع بعدم الذهاب إلى احتلال الفاشر ولكن لا أدري إلى أي مدى سيصمد الدعم السريع أمام هذه الضغوط حتى الآن صحيح هذه الضغوط نجحت في الحيلولة دون دخول الدعم السريع إلى الفاشر ولكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث غداً سيد محمد كيف تقرأ وصول أو توجه وفد أمريكي أمني إلى بورتسودان هل تعتقد أنه مؤشر لحراك جديد من أجل إيجاد حل هذه الأزمة؟ وطبعاً عادة لا أحد يعلم لماذا تتحرك الوفود الأمنية ولكن بالتحليل يمكن الإشارة إلى أن بدى واضح أن المبعوث الأمريكي بعد الضغط المكثف الذي تعرض له من أعضاء الكونغرس في الجلسة الشهيرة الأسبوع الماضي بالإضافة إلى الضغط الإعلام من خلال المغالات التي كتبت والمذكرات التي رفعت والمنظمات المجتمع المدنية التي تمارس ضغوط على الإدارة الأمريكية بدى واضح أن المبعوث الأمريكي أخرج من الأضابير خطة لإيقاف الحرب أو على غل تغدير لتوفير مسارات آمنة لمرور الإغاثة خلاسية موأن كل النداءات الدولية تشير إلى أن أكثر من 27 مليون سوداني مقبلين على مجاعة كاملة في أيام وليس أسابيع أو شهور يبدو أن هذا الوفد يأتي ضمن الترثيبات الأمريكية كما هو معلوما أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم العصى والجزرة وعندما تبعث بوفد أمني فذلك بأنها رفضة أخرجت العصى من الأضابير وتريد أن تستخدمها كأداء من أدوات دفع الجيش والدعم السريع إلى طاولة التفاوض على أقل تغدير لتوفير وقف إطلاق نار الثاني وفتح مسارات لإسراءة واللغاست ما الذي يمكن أن يدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات سيد محمد تحديدا الجيش الجيش حتى الآن رافض العودة إلى طاولة التفاوض وبشكل معلن وملثق ولكن طبعا كما هو معلوم هناك دول تستطيع أن تؤثر على قائد الجيش والولايات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك وإذا مارست مزيد من الضغوض يمكن أن تدفع قائد الجيش وقيادة الجيش إلى العودة إلى طاولة التفاوض هذا الأمر واضح مغرؤا كما ذكرت لك بالاتفاق الذي تم ترتيباته الأولية بين نائب غايد الجيش الفريق شمس الدين كباشي وغايد جيش الشعب للتحديد للسودان الفريق عبد العزة الحلو بالموافقة مبدئيا على اتفاق سياسي يسهل مرور الإغاثة من جنوب السودان إلى منطقة جبال النوبة والنيل الأزلق المنطقة الجنوبية الشرقية للسودان وبالتالي واضح جدا أن الخطوات الآن تتسارع من أجل الوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية لفتح مسارات آمنة لإيصال الإغاثة إلى المتضررين أشكرك جزيلا شكر سيد محمد على هذه الإحاطة شكرا لك سيد محمد الأصباط الكاتب والبحث السياسي السوداني